ما يصل لثلث سكان النمسا يعانون من خسارة الدخل دي كان موضوع استطلاع وأظهرت الدراسة دي أجرتها معهد الإحصاء النمساوي إن 28% من النمساويين فقط شعروا بخطر فقد الدخل في الأشهر الأخيرة في ارتفاع في تكاليف المعيشة 30% صعوبة في شراء المواد الغذائية 20% يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف السكن رأت حضرتك لموضوع التخبط أو على الأقل نقول الخوف اللي بينتاب ثلث سكان النمسا من فقد الدخل يعني سيد مدوح هذا الخبر تضيف عليه أن الدين العام في النمسا في الأمس نشرنا الخبر ارتفع لما يصل إلى 400 مليار 400 مليار يورو يورو يا سيدي مش هنختلف وهو 370 وشيء يعني يمكن نقول يصل إلى 400 مليار يعني كل المساعدات التي قدمتها الدولة ورفع الأجور ولكن في المقابل الغلاء ارتفع إيجارات المنازل ارتفعت الكهرباء ارتفعت الغاز ارتفع اللبس مثل الطعام المأكل المشرب كل شيء ارتفع فبالتالي الواحد وهلأ وهلأ كمان فواتير الهاتف كمان من أول إبريل كمان كل العقود ستتعدل تقريبا بنسبة زيادة بنسبة 10% فهذه رسالة أن فعليا كل هذه الخطط التي قامت بها الحكومة النمساوية الموقرة أنها لم تأتي أكلها وثلث الشعب يشعر أن ما يأتي بهذا الجيب يدفقه من الجيب على الأقصى وانتهت القضية فحسما الموضوع يحتاج إلى التماع أكثر من الدولة النمساوية ومراجعة الغلاء الفاحش الذي يعاني منه في شنيس بعض الناس وبين ارتفاع الأسعار ومستوى الدخل للأسف لا يوجد